السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي حد من حضراتكم بيحب يراجع القناة بتاعته بيبعت اللينك بتاعها لقناة من القنوات الكبيرة والقنوات الكبيرة دي بتشغل اللينك ده عندها على برنامج اسمه VID IQ لان البرنامج ده عنده قدرة على تحليل بيانات القناة بتاعتك كلها البرنامج ده مفيد جدا ليك لو انت عايز تعرف مستوى القناة بتاعتك ازاي وفي نفس الوقت مفيد برضو لو انت نهاردة بترفع فيديو وعايز تختار احسن كلمات مفتاحية وعايز ان الفيديو بتاعك يطلع باحسن صورة المشكلة ان البرنامج ده فيه منه اصداري اصدار مجاني وده موجود في كل حتة على جوجل كوروم تقدر تنزله بمنتهى السهولة وده انا سايب لك اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو تحت بس الاصدار المجاني دوت مش كل حاجة شغلة فيه في حاجات متوقفة فيه ولما بتيجي بتطلبها بيقولك انك شخل عشان تعديه الاصدار التاني هو الاصدار المدفوع والاصدار دوت عشان تحصل عليه انت قدامك حاجة متنين انك تشتريه الطريقة التانية انك تنزل البرنامج دوت مهكر مهكر دوت يعني بيبقى معاك راك يفتح لك البرنامج كأنك بالزبط شريح بس المشكلة في تنزيل البرنامج دوت انه بياخد وقت كبير وصعب ومعقد لانك بتدوس على لينك يوديك على لينك ومن لينك يوديك على لينك ومن لينك يوديك على لينك يوديك على لينك لغاية ما تنزل البرنامج اذا عرفت تنزله كمان في الاخر عشان كده انا عدت مدة كبيرة جدا قبل ما نزل الفيديو دوت بفكر ازاي اقدر اوصل لك النسخة المدفوعة من البرنامج من غير ما تشتري ومن غير ما تروح تقعد تتعب نفسك في اللينكاتي الكتير والدوخلي وفعلا قدرت اتوصل لطريقة سهلة جدا ممكن هتبقى سهلة بالنسبالك ومتعبة شوية بالنسبالي بس مش مشكلة الامور كلها بسيطة كل اللي حضرك هتعمله انك هتبعت لي رسالة على الواتساب بتاعي اللي مكتوب تحت في الوصف بتاع الفيديو وتكتب فيها في اي دي اي كيو اللي هو اسم البرنامج حبعت لحضرتك على طول ساعتها البرنامج مهكر مدفوع مجاني كل حاجة شغلة فيه كل اللي حضرتك هتعمله انك هتشغله على طول هتاخده من الواتساب بتاعك هتنزله على الكمبيوتر لان طبعا البرنامج ده ما بيشتغلش غير على الكمبيوتر يلا بينا يلا بينا نعرف اللي ما نعرفوش مع بولو عريف موسيقى اهلا بيكم مرة تانية النهاردة زي ما اتفقنا هنشرح برنامج في اي دي اي كيو على الكمبيوتر وقريبا جدا ان شاء الله هنشرح نفس الطريقة على التليفون دلوقتي هنبتدي مع النسخة المجانية وانا هشرح النسخة المجانية لسببين السبب الاول انك تبقى عارف الفرق بينها وبين النسخة المدفوعة ثانيا انا ما اضمنش انت بتشوف الفيديو ده امتى وسنة كام دلوقتي والله اعلم انا هكون فين وحيكون الواتساب فين فبالتالي لازم برضو تبقى عارف النسخة المجانية بتشتغل ازاي المطلوب من حضرتك دلوقتي انك تفتح جوجل كروم تتفرج على الفيديو اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي من على جوجل كروم وتضغط على اللينك اللي موجود في الوصف بتاع الفيديو حضرتك لما بتضغط على اللينك بتوصل للصفحة دي مكتوب فيها في اي دي اي كيو فيجن فور يوتيوب وقدمها مكتوب كلمة اضافة الى كروم حضرتك بتدوس على اضافة الى كروم بتطلع لك الرسالة دي وبتدوس على اد اكستنشن يعني اضافة الملحق دوت لجوجل كروم بتلاحظ تحت هنا ان هو بدأ الاضافة على الكروم عندك طرح ما هنا ظهرت لك كلمة الازالة من كروم يبقى معنى ذلك انه هو اضافه طيب هو موجود فين في كل الافلام دي حضرتك بتدوس على العلامة دي بص اول ما قربت الماوس منها اداني كلمة اكستنشن حضرتك بتضغط عليها بتلاقي البرنامج اهو تحت والبن اللي قدامه علامته بيضة بتضغط عليه علشان تبقى علامته زرقه بيقوم جاي ظاهر قدامك فوق اهو بتضغط على علامة الاي كيو اللي ظهرت قدامك بتفتح لك اللستة الطويلة دي اللي في الاخر فيها مكتوب ساين ان وز جوجل حضرتك بتضغط عليها ساين ان وز جوجل وبتعمل ساين ال بالميل بتاع القناة بتاع حضرتك دلوقتي هتفتح اليوتيوب عادي جدا وحتلاقي ظهر قدامك المستطيل بتاع البرنامج المستطيل بتاع البرنامج ده ببساطة جديدة جدا حضرتك لو دست على علامة الاحصائيات اللي موجودة دي هتلاقي هنا عاملك احصائيات لمشاهدات القناة عندك المشاهدات بس يعني هو هنا بيقولك ان في خلال 60 دقيقة انت اتشافت 3 مرات في خلال 48 ساعة اتشافت قد ايه في خلال 48 ساعة كم فيديو قصير عندك فيوهاتك خلال 7 تيام الفيديوهات القصيرة قد ايه كم ساعة والسبسكرايب بتاعك قد ايه المستطيل ده هيفضل يظهر قدامك كل ما هتفتح صفحة من صفحات اليوتيوب عشان تفضل دايما ابديت وعارف المشاهدات بتاعتك كل ساعة قد ايه بعد كده بتضغط على الثلاث شرط اللي فوق بعض طبعا هما فيهم حاجات كتيرة جدا زيها زي النسخة المدفوعة بس انا هشرح لك منهم الحاجات المهمة الحاجات المهمة هنا بالنسبالي هي تاني اختيار اللي هو الكمبيتاتورز الكمبيتاتورز هنا بمعنى كلمة المنافسين وانا هشرح لك دي بتعمل بها ايه الكمبيتاتورز او المنافسين دول دي القنوات اللي بتقدم نفس المحتوى بتاعك وقنوات كبيرة فانت بتبقى عايز دايما عينك عليها تعرف بيقدموا ايه الاسبوع دوت وبيتكلموا عن ايه وبيستخدموا كلمات مفتاحية ايه والقناة بتاعتهم حطين الاعداد بتاعتها ازاي طيب انا هنا عايز اضيف القنوات دي عندي عشان تظهر في الصفحة دي هو هنا بيقولك انا محتاجي اليوتيوب تشانل اي دي اللي تشانل اي دي مش اللينك بتاع القناة هو هنا بيديك مثال تحت اللينك قناة وبيقولك شايف اخر كلمة عندك كلمة تشانل والعلامة الميلة انا عايز بقى اللي وراها طيب انا بالنسباني مثلا القناة الكبيرة اللي بتقدم نفس المحتوى بتاعي مثلا قناة زي قناة رؤية للمعلوميات بتاعت استاذ احمد حقوم انا جاي بالقناة بتاعت رؤية للمعلوميات وزي ما انتا شايفين هنا ادي ادي اللينك بتاع القناة لحد كلمة اتشانل وبعديها العلامة الميلة من بعد العلامة الميلة باخد دا كوبي حدوك اخدت بالكو ادي سايب اللينك كله وجيت من بعد كلمة اتشانل والعلامة الميلة بقم جاي واخد دا كوبي ورايح في اللي تشانل اي دي حطه بيست وبقول له اد بتظهر لي هنا قناة رؤية للمعلوميات وهكذا بقى حضرتك ممكن تحط اللي انت عايزه من القنوات اللي انت شايفها قنوات بتقدم نفس المحتوى بتاعك وقنوات كبيرة طيب انا هستفيد ايه بالكلام ده باجا اقول له والله مثلا انا عايز ادي لزي سويك الاسبوع دوت عايز ادي الفيديوهات اللي نزلت خلال اسبوع من القناتين اللي انا حطتهم طبعا لو حطت بقى عشر قنوات انت حر بيجيب لك الفيديوهات اللي نزلت من القنوات دي في خلال اسبوع طيب انا شايف ان الفيديو ده مثلا حلو وعايز اعرف هو عامل فيه ايه بالزبط بضغط على الفيديو بيفتحه لك في صفحة الوحدة وبيبتدي يعمل لك تحليل للفيديو وللقناة اول حاجة بتظهر عندك هنا انه بيقولك ان الفيديو ده اتشاف 241 مرة في ساعة يعني بمعدل 241 مرة في ساعة مجموع المشاهدات بتاعته جايب 3109 بننزل تحت بيقولك ان الفيديو ده هو رقم خمسة في نتائج البحث بننزل تحت شوية بيقولك هو حط التاجز كلمات مفتاحية وعمل ديسكريبشن عامل وصف ومستخدم البطاقات ومستخدم شاشات النهاية طبعا اللي ما يعرفش البطاقات وشاشات النهاية دي احنا شرحينها قبل كده انها حاجة مهمة جدا وحتلاقوا اللينك بتاعها ظهر قدامكو في وقت دلوقت بننزل بعد كده تحت شوية بيقولك معلومات عن القناة نفسه وهنا دي الكلمات المفتاحية للفيديو طيب ايه الارقام اللي موجودة دي؟ الارقام الموجودة دي يعني بيقولك لو انت كتبت في البحث بتاع اليوتيوب تفعيل جوجل ادسنس الفيديو ده حيطلع رقم واحد لكن لو كتبت طريق التفعيل جوجل ادسنس فالفيديو ده حيطلع رقم ستة لو كتبت تفعيل حساب جوجل ادسنس فالفيديو ده حيطلع رقم تلاتة فبالتالي كلمات المفتاحية او كلمات البحث دي بتقولك انت حتطلع النتيجة رقم كام في نتائج البحث بننزل تحت هنا بتلاقي بيقولك اتشانل تاجز يعني هو حاطت ايه التاجز اللي موجودة في القناة في اعدادات القناة نفسها ودي احنا اتكلمنا عليها قبل كده للي ما يعرفش في احصائيات ستوديو اليوتيوب واللي ما شافش الفيديو الفيديو برضو اللينك بتاعه ظهر فوق دلوقتي نرجع مرة تانية للبرنامج ونشوف ايه تاني ممكن يتعامل عندي مثلا اتشانل اودت يعني مراجعة القناة بتاعتي باجا ادوس على اتشانل اودت بيبتدي هنا يديني معلومات لكن في النص بيقولي انا اسف مش هقدر اديك معلومات كاملة لان النسخة دي مجانية وانا محتاج نسخة مدفوعة علشان كده لازم تشتري او تعمل upgrade فطبعا دي مش هقدر استفيد منها هنا بحاجة من الحاجة التانية برضو المهمة هي keyword inspector او الكلمات المفتاحية والبرنامج ده يعتبر نمرة واحد في الكلمات المفتاحية بلا منافس بضغط على الكلمات المفتاحية اول حاجة بيقولها لك انت ليك انك تدور على خمس كلمات بس لان النسخة دي مجاني وما يقدرش يديك اكتر من كده طيب فرضا مثلا انا هعمل فيديو النهاردة عن الاسكندرية بيجي يقولك والله دي الكلمات المفتاحية الاكثر بحسن دلوقتي وهنا في منها مستخدم كتير بس انا مش هقولك عليه لان دي نسخة مجانية وفي عشر فيديوهات لسه نازلين جداد على اليوتيوب ترند في الموضوع ده بس برضو مش هقولك عليها لانها نسخة مجانية عايز شخلل عشان تعدي فبالتالي لحد هنا هنقف على النسخة المجانية ونقولها شكرا جدا احنا هنعرف نتصرف دلوقتي بقى جامعات الهدية اللي انا اديتها لحضراتكم وانتو تستهلوها فعلا وهي النسخة المدفوعة اللي كل حاجة فيها شغالة ومن غير ما تنزل لينكات ومن غير ما تقعد تدور وتسطب حضرتك على الواتساب بعد ما اتفقنا انك هتبعتلي كلمة في اي دي اي كيو اول ما حضرتك هتبعتلي الكلمة دي حقوم جاي باعت لحضرتك البرنامج ده حضرتك هتفتح الواتساب بتاعك على متصفح الاوبرا جوجل كروم ده علشان النسخة المجانية لكن النهار ده ترمى بنتكلم عن نسخة مدفوعة مهكرة يبقى حضرتك كده بتتكلم عن الاوبرا اتفقنا؟ طيب انا دروقتي خلاص فتحت الواتساب بتاعي على متصفح الاوبرا وبعدتلك انا البرنامج بالشكل ده حضرتك بتدوس على السهم اللي التحت علشان تنزل البرنامج البرنامج بيظهر عندك كده وهنا بتدوس على الفولدر او على المربع ده علشان تعرف البرنامج نزل فين بالزبط ده كده البرنامج بعد حضرتك منزلته من الواتساب على الكمبيوتر عندك حضرتك بتضغط على الفولدر ده ضغطتين ورا بعض بيفتح قدامك بالشكل ده كده بتيجي هنا جوه في فولدر اسمه vidiq browser extension full برضو بتضغط عليه ضغطتين بيطلع قدامك الشكل ده حضرتك شايف الاحمر اللي واخد نفس شكل الاوبرا ده حضرتك بتسحبه كده بتطلعه برا الواحده بيظهر عندك كده تمام؟ تمام بتقوم حضرتك جاي بمتصفح الاوبرا بتاعك وبتضغط على علامة الاوبرا اللي فوق دي وبتنزل لغاية ما بتوصل لكلمة extensions وقدامها كلمة extensions بيظهر قدامك الصفحة دي بتصغر بس كده تصغير للمتصفح بتاعك وبتمسك الاحمر اللي انت طلعته برا الفولدر ده اللي احنا كنا سحبينه برا حضرتك بتسحبه وتدخله هنا هو هنا بيقولك drop to install يعني حطه هنا سيبه خلاص انا بقى مجاي سايب الماوس ومكبر الصفحة مبروك النسخة المدفوعة اللي كل حاجة فيها مفتوحة بقت عندك من غير ما تعمل لها دول لود من غير ما تعمل لها سطب من غير ما تعمل لها اي حاجة انت كده خلاص بقت عندك بتدوس على install بيقولك عايز تنزله قل له ايوة install طيب انا عايز اعرف هو فين اهو حضرك علامة المكعب اللي قدامك دي بتضغط عليها بتلاقيه موجود تحت وزي ما اتفقنا علامة البن دي مش بالازرق احنا نخليها ازرق باننا نضغط عليها وهو ظهر قدامك وزي ما عملنا في النسخة المجانية بتضغط عليها وبتنزل تحت بتعمل sign in with google وزي ما كان موجود في النسخة المجانية بتفتح اليوتيوب بتلاقي المستطيل اللي فيه الاناليزز او التحليل بتاع مشاهدات القناة عندك اخر ساعة اخر 48 ساعة اخر اسبوع اخر 7 ايام ولما بتدوس على الثلاث شرط اللي فوق بتلاقي الكمبيتاتورز اللي احنا كنا عاملينها في النسخة المجانية بتعملها هنا تاني trend alert انا مش عايز اخش في كل واحدة بالتفصيل بس حاولهم لك كده على السريع trend alert دي يعني انت مثلا في موضوع زي موضوع طالبان بتاع دلوقتي مثلا فانت بتخش تقوله والله طالبان لو جاء اي فيديو عنها يارد تجيب لي كل الفيديوهات فبيجيب هيلك most viewed ده بيقولك اكتر الفيديوهات مشاهدة على اليوتيوب دلوقتي channel audit دي اللي احنا بنبقى محتاجينها بضغط عليها هنا بقى بتلاقيه جايب لك كل حاجة من غير ما يقولك ادفع ولا مليم اول حاجة هنا بيجيب لك المشاهدات بتاعتك بيقولك والله مشاهداتك زيادة بنسبة 22% عن الشهر اللي فات السابسكرايب اقل ساعات المشاهدة زيادة بنسبة 51% هنا بيجيب لك الفيديوهات اللي بيقولك subscriber gained يعني جابت لك مشتركين يعني وانا بتفرج على الفيديو روح تمشترك في القناة على طول ودي الفيديوهات اللي اكثر مشاهدة عندك بننزل تحت شوية بيقولك هنا top retention يعني اكتر تفاعل على فيديوهات عندك من حيث بقى اللايقات والكومنتات بيقولك الفيديوهات دي بننزل تحت كمان بتلاقي العكس يعني ايه العكس يعني بيجيب لك الفيديوهات الاقل لمشاهدة الفيديوهات الاقل لتفاعل بنيجي بعد كده بنستخدم keyword inspector اللي هي الكلمات المفتاحية طبعا هنا بقى مش بيقولك بقى قدامك خمس كلمات بس اللي تدور عليهم لا 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 براحتك بقى انا فاردا دلوقتي عايز اعمل فيديو عن طالبان بما ان هو ده الموضوع اللي شاغل الدنيا دلوقتي فباج اقوله طالبان بيجي يقولك ان دي الكلمات المفتاحية اللي لازم تتحط عندك هنا بقى هو اهم حاجة ان بيقولك ان في عشر فيديوهات ترند لسه نازلين على اليوتيوب جداد ومحققين ترند عالي جدا طيب مثلا بيقولك احد مسلحي طالبان يطلو القرآن الكريم من داخل الاصر الرئاسي الفيديو ده نازل بقى له قد ايه بقى له تلات ايام جاي بمشاهدات قد ايه خمسمية تمانية وتسعين الف بمعدل سبعة تلاف وتسعمية مرة في الساعة الوحدة طيب انا هستفيد ايه من حاجة زي كده هقول لحضرتك انت النهاردة هتعمل فيديو عن طالبان بما ان انت قناة شغالة على الترند اول ما بتدوس هنا view all بيجيب لك الكلمات المفتاحية اللي موجودة في الفيديو طبعا دي حيبقى شيء بالنسبة لك حيوفر عليك ان انت تقعد تدور على كلمات مفتاحية خاصة بالموضوع بتاخد الكلمات المفتاحية دي كوبي وبتقوم جاي حاطتها في الفيديو اللي انت حتنزله بحيث ان انت تبقى من ضمن الفيديوهات المقترحة هتاخد بقى جزء من هنا وتنزل تحت شوية هتلاقي برضو فيديو تاني نازل باله اربعة ايام جايب خمسمية واربعين الف مشاهدة وقادي الكلمات المفتاحية بتاعته طيب انا دروقتي عايز ااخد الكلمات المفتاحية دي كوبي اخدها ازاي من هنا لا ما بتتخدش من هنا حضرتك عشان تاخد الكلمات المفتاحية دي كوبي بتضغط على الفيديو بيتفتح في صفحة الوحدة بتسيبه كده يحمل بس الاول وبتنزل تحت ادي الكلمات المفتاحية عشان تاخدها كلها مرة واحدة كوبي بتقوم جاي حضرتك شايف علامة الدبوس او المشبك دي دي كده كوبي اهو لو انا دست عليها بيقولك كوبي تاجز تو كليب بورد خلاص انا كده دست عليها خلاص بقت كوبي لو فتحت اي حاجة وعملت بست اهي الكلمات المفتاحية كلها نزلت طبعا دي نظرة سريعة كده على البرنامج انت بقى تقدر دلوقتي تدخل على البرنامج وتشوف حاجة حاجة من دول وتقلب فيه وتعيش حياتك منتظر الرسالة بتاعتكو على الواتساب ومنتظر اشتراكو ومنتظر منكم انكم تنشروا القناة اكتر من كده علشان الناس التانية برضو تقدر تتواصل معانا ويوصلها كل جديد ربنا معاكو ربنا يوفقكو ان شاء الله اشوفكو الفيديو الجاي اشتركوا في القناة